هوي بريس نحو إعلام هادف قبل الإسلام بمدة طويلة أطلق العرب على السكان القدامى بشمال إفريقيا اسم البربر وظلت هذه تسمية مستعملة قبل الإسلام وبعده بكل براءة وتلقائية إلى أن تم في هذا العصر إشعال فتيل النعارات الإيديولوجية المشحونة بالكراهية والروح العدائية المتشنجة وقد ذكر المؤرخون عدة أسباب وعدة معاني لاستعمال العرب اسم البربر وكلها بريئة نقية من أي معنى قد حي وعلى هذا الأساس سمى العلامة المؤرخ ابن خلد كتابه الموسوعي ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصره من ذوي الشأن الأكبر فالذين يريدون محو اسم البربر وحذفه من التداول كأنما يريدون محو البربر من التاريخ ومن الأسباب المحتملة لاستعمال اسم البربر ما نقله ابن خلد في تاريخه وهو أن أفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما غزى المغرب وإفريقيا وقتل الملك جرجيس وبنى المدن والأمصار وباسمه زعم سمية إفريقيا لما رأى هذا الجيل من الأعاجم ويسمع رطانتهم ووع اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر والبربرة بلسان العرب يختلط الأصوات غير المفهومة ومنها يقال بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة ولكن الرومان غزة شمال إفريقيا قديما وحديثا استعملوا اسم البربر في سياق استعلائهم وتحقيرهم للشعوب المستعمرة فأعطوا معنى الهمجية والوحشية وبهذا المعنى صاروا يطلقون أوصاف بربر وبربري وبرابرة فجعلوا البربر الشرفاء الأحرار نموذجا ومراضفا للتوحش والانحطاط والبهيمية ظلما وعلوا فلما جاء أصحابنا تمازيغيس الجدد ظنوا خطأ أو عمدا أن هذه المعاني المستبشعة هي المعاني الأصلية لكلمة البربر وبذلك تحاش توجيه التهمة لأصحابها وهم الرومان القدامى والمعاصرون وأعجبهم إلساقها بالعرب والمسلمين هوية بريس نحو إعلام هادف